كيف سيكون شكل العراق برأيك؟ سبق وأن قلنا أن العراق بلا سلطة وانسحاب القوات الأمريكية منه يعني استهواذ هذه القوات على المشهد العراقي وقد ينسف النظام السياسي العراقي بأكمله ويتحول إلى سطوة الميليشيات مثل ما يسيطر الحوثين بشكل عملي على أجزاء كبيرة من اليمن مثل ما يسيطر حزب الله على كل النفوذ السياسي في لبنان حتى أن الدول اللبنانية لا زال الدولة قائمة والنظام السياسي قائم ولكنه يعني يمر في موت سريري الحقيقة حكومة بلا أي إمكانات كل السلطة في لبنان مختطفة لحزب الله والسلطة كانت الآن أصبحت سبب في شل الدولة اللبنانية بأكمله فنحن إذا من سحبت القوات الأمريكية برغم رمزيتها وقلتها هو يعني أكيد النظام السياسي في العراق عرضة للمصادرة إذا ألا يكون كله فعلى الأقل مناطق كبيرة من العراق سوف تخرج عن حضوة السلطة وتتحويلها بؤرة أو إلى حاضنة مثل ما يحصل للمسيطين أو دخول داعش في بعض مناطق العراق قد يحصل مثل هذا السيناريو إذا من سحبتها طيب بالنظر إلى الضربة اللي صارت البارحة من منطقة البيادر تحديدا يعني هذه ثلاث مرات صار تصير الضربة من عدها وليس هناك أي إجراء أو تصدي أو ردع على كل المستويات برأيك يعني هل هو الخلل مثلا هم الميليشيات يعرفون شون يضربون وعدهم تكتيكات معينة تفوق القوات العراقية أم أن هناك خللا آخرا تواطئا إنت شون تشوفها الحكومة العراقية صريحة واضحة يعني لا تريد المواجهة يعني حتى لو يخبروه يقولوا إحنا راح نضرب ما راح تواجه يعني الحكومة العراقية في كل الملفات اختارت عدم المواجهة في ملفات المختطفين أو الاغتيالات أو كل الأمور التي حصلت لدى الحكومة العراقية الحكومة تؤلن أنها بلا سيادة يعني ليلة نهار وفي كل المشاهد تؤلن أنها بلا سيادة يعني كل أفعالها تدل على أنها بلا سيادة وبالتالي حتى أمريكا والخليج يتعاطون مع الحكومة على أن لا خيارة آخر سوى تقوية حضورها السياسي والإعلامي على أمل أنه ينتظرون في مستجدات معينة تحصل ربما في الملف النووي أو في الحوار مع الخليج ولكن في الداخل العراقي أنا أشك أن الحكومة عاجزة أن تعرف أنها حصلا في إقليم كردستان إدارة الإقليم بكل سهولة كشفت منهم الفاعلين وتحرّت كل شيء ويفترض أنها أقل إمكانية من إمكانيات الحكومة العراقية خصوصا أن هذه الهجمات تجري من أراضي بكل الحالتين حتى في كردستان هي من داخل أراضي تحت سيادة الحكومة العراقية إذن أنا أعتقد أن الحكومة العراقية أفرطت في عدم يعني عدم إبراز وحضور السيادة العراقية والقوات الأمنية العراقية ودول القوات الأمنية العراقية العراقية مر بمرحلة ضبابية خطيرة أعتقد هذا